توج نادي العربي رسميا بلقب الدور الكويتي الممتاز لكرة القدم STC للمرة السابعة عشرة في تاريخه بعد تعدله مع نظره خيطان بنتيجة واحد واحد في اختتام منافسات الجولة الثامنة عشرة والأخيرة من النسخة التاسعة والخمسين للبطولة وحسم العربي لقب البطولة بنهاية الجولة السابعة عشرة بعد أن ابتعد عن غريمه التقليدية القادسية بفارق مطمئن من دون دخول في حسابات معاقدة ودخل حامل اللقب المباراة التي أقيمت على أرضه بمعنويات منتفعة إذ كان يكفيه التعادل لبقاء سجله خاليا من أي خسار هذا الموسم على النقيد من الخاسر خيطان الذي هبط ليرافس في دور الدرجة الأولى الموسم المقبل وسجل خيطان هدف التقدم عبر محترفه جيمي سياش في دقيقة 48 قبل أن يدرك العربي التعادل بعد 6 دقائق فقط عبر لاعبه سلمان العواضي حسم فريقات تضامن واليرموك رسميا سعودهما إلى منافسات النسخة المقبلة من بطولة الدور الكويتي الممتاز لكرة القدم أستي سي لموسم 2021-2022 وفي المباراة التي احتضنها أستاذ عبدالله الخليفة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة تخطت تضامن نظره برقان بنتجة 2-1 ليستفيد اليرموك من هزيمة ملاحقه الخاسر ليصعد برفقة الفائز إلى الدور الممتاز بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المسابقة التي تشهد مشاركة خمسة فرق وسجل للتضامن المحترف ديفيد ماسامبا ويوسف عنيزان في حين سجل لمصلحة برقان المحترف جيوفاني سيلفا من ركلة جزاء وبهذه النتيجة رفع التضامن رصيده إلى 31 نقطة في حين تجمد رصيد برقان عند 22 نقطة لينهي بذلك على أماله في المنافسة إذ يمتلك اليرموك 25 نقطة وتتبقى له مباراة بعكس الخاسر الذي لن يشارك في الجولة الأخيرة بحسب جدول المسابقة